داخل مخزن مغلق في حي المؤطم بالقاهرة 25 أكتوبر الماضي كان في عدد من الأشخاص متجمعين وأمامهم مجموعات من الشاشات اللي بيشتغلوا عليها بالساعات لكن فجأوا بعد كده بأصوات في الخارج وبقوة أمنية بتهاجم المكان وبتلقي القبض عليهم لأنهم بيقوموا بما يطلق عليه تعدين العملات الرقمية وده عمل معترف به في دول كتير قوي لكنه محضور للأسف في مصر عن تفاصيل القضية وأسباب منع التعامل في مجال العملات الرقمية في مصر تابعونا بعد الفاصل أهلا بكم القضاية دي سبق وتم نشرها على صفحة وزارة الداخلية المصرية على يوتيوب العمليات الناجحة ضمن الحملات الأمنية المكثفة اللي بتنفذها من سنين ضد المتعملين في تداول العملات المشفرة أو العملات الرقمية وفي كتير من القضايا ما أخدتش اهتمام الرأي العام لحد لما أعلن رأي أعلى سلطة للفتوى في مصر وهي دار الإفتاء المصرية أعلنت رأيها وقالت أن رأي الدين في الموضوع اللي بقى مثار للجدل وقالت أن التعامل بالعملات المشفرة هو حرام شرعا لأنه بيضر الاقتصاد الوطني أما البنك المركزي فحذر من التعامل في أنواع العملات الافتراضية المشفرة كافة ومن بينها طبعا عملة البيتكوين أكتر من مرة وعزز رأيه أنه محاط بمخاطرها المرتفعة لكن كل ده لم يوقف ارتفاع عدد المتعاملين بالعملات من الزيادة فبحسب بيانات منصات دولية لتداول العملات المشفرة ومصادر تحدثت إليها بي بي سي ارتفع عدد مستخدمي العملات المشفرة في مصر بشكل غير مسبوق خلال السنتين اللي فاتوا وده اللي بيطرح سؤال لماذا والحال كذلك تصر مصر على منعها وكان رد الدكتورة هدى الملاح مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية بالقاهرة أنه عشان تاخد قرار بالسماح بتداول عملة منافسة لعملتك المحلية لازم أولا تكون حر في اتخاذ قراراتك الاقتصادية وده طبعا غير متوفر في مصر وقالت كمان أن صندوق النقد الدولي بيشارك مصر في جميع سياساتها النقدية بسبب قروضه الضخمة لها واللي كان أخيرها قرض بحوالي 5 مليار دولار أمريكي وافق عليه صندوق عام 2020 لدعم الإصلاح الاقتصادي في مصر القروض دي بتضع شروط على مصر يجب تنفيذها كتحرير سعر العملة ورفع سعر الدعم وبيخلي مصر معندهاش رفاهية التفكير فعملة منافسة الآن بحسب الملاحة ده غير طبعا أن اقتصاد الدول النامية لا يتحمل مثل حجم الاقتصاد الأمريكي مثلا بيتحمل منافسة من عملات مشفرة أما الاقتصاد المصري فلا يتحمل ده غير أن الموافقة على تداول عملة البيتكوين في مصر معناه إلغاء طرف ثالث في التعاملات المالية وهو البنوك اللي بتحتاجها الدولة في تمويل المشروعات وجميع الضرائب وغيرها أما المحلل المالي والخبير التقني بجريدة الأهرام المصرية فقال أن مصر حاليا في حالة إعادة تنظيم كاملة وفيه تشجيع كبير من الدولة لعمليات الدفع الإلكتروني والتعامل عن بعد ده غير الخطط الموسعة للتحول الرقمي في جميع الوزرات والخدمات الحكومية فلا يعقل مع كل المجهود أنه يسمح لمنصة جانبية مليئة بالمخاطر تؤثر على صمعة التعاملات الرقمية وعن تجارب المصريين مع عملات البيتكوين بيقول أحمد وهو اسم مستعار أنه أنشأ صفحة على فيسبوك عام 2020 بتدي نصائح للمصريين الراغبين في تداول أو الاستثمار في العملات المشفرة وفي حديثه لبي بي سي قال أنه في البداية كان عدد المشاركين في الصفحة لا يتجاوز 20 شخص أما اليوم أصبحوا بين مئات وبيطلبوا الدخول لهذا المجال وأكد كمان أن كتير من المصريين بيعملوا من خلال الإنترنت مع شركات في دبي والكويت والبحرين وأثبتوا تفوقهم وبدأوا يدربوا غيرهم من المقبلين على المجال ده أما ريان وهو أيضا اسم مستعار لأحد المستفدين من نفس الصفحة فبيقول بدأت تداول من عامين اشتريت بعض العملات بقيمة 500 دولار أمريكي ما يعادل 8000 جنيه مصري وقتها وفي البداية كنت بخسر لأنه ما كانش عندي خبرة في التداول لكني بدأت أتعلم أساسيات أسهم العملات دي من فيديوهات مصريين وبدأت كمان أكسب بكميات قليلة وبالتدريج أصبح الرابح ثابت بمعدد 15 دولار يوميا يعني حوالي 240 جنيه مصري وقال أن الراغبين في تداول العملات المشفرة في مصر زادوا بجنون خلال السنوات الأخيرة وهو اللي خل الأمر شبيه بسوء سودة بتتضخم وبعيدا عن الكلام ده أو عن كلام الشباب المتداولين للعملة فقد تم رصد أرقام غير مسبوقة لتداول أثبتته إحصاءات لمنصات تداول عالمية في العملات المشفرة زي باكس فول وكمان لوكال بيتكوينز والقالت أنه فيه ارتفاع في عدد المصريين المتداولين بالعملات المشفرة بنسبة 100% بين عامي 2019 و2020 وفي يناير 2021 وصلت النسبة لـ 250% على موقع cex.io البريطاني لتداول هذه العملات وده بحسب تصريحات المدير التنفيذي للموقع الزيادة اللي بيقول عنها الرجل اللي بيمتلك شركته أكثر من 3 ملايين مستخدم حول العالم بحسب موقعها قال أنه لم يرى مثلها خلال شهر واحد في أي دولة أخرى ولا يوجد في مصر قانون خاص ينظم التعامل بالعملات المشفرة أو بيحدد عقوبة تداولها لكن قانون البنك المركزي يتضمن مادة بتحضر استخدام هذه العملات وفي تصريح للمحامي والخبير القانوني طارق نجيدة قال أن اللي بيتم القبض عليه بتهم التداول أو تعدين العملات المشفرة بيعاقب وفقا لقانون النقد الأجنبي وأن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة اللي بتحدد العملات اللي بتحتاج لترخيص مزاولتها داخل جمهورية مصر العربية والتعامل بعملة بدون ترخيص يعاقب بيئة السجن من سنة إلى 3 سنوات وبتصادر الأموال اللي جمعها من هذا العمل أو في حالة العملات المشفرة بتصادر الأجهزة المستخدمة في تداول أو التعدين ومع ذلك يرى المحل المالي شريف عبد الباقي أن العملات المشفرة قادمة لا محالة وإن كان وقتها لم يأتي بعد بالنسبة لمصر شكرا جزيلا لحسن متابعة في أمان الله اشتركوا في القناة